أهلا بحضراتكم من جديد نتائج كاس الأمم اللي شغالة مالي متقدمة على موريتانيا 2-0 وتونس متعدلة مع جنبيا 0-0 وسيف الدين الجزيري أهدر ضربة جزاء لتونس في الشوت الأول ده حتى الآن النتائج اللي حصلة بمناسبة كاس الأمم خلونا ندعو بالشفاء للدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة اللي كان المفروض حيسافر للكاميرو أن يدعم بعثة منتخب مصر ويكون موجود معهم في مباراة الأمس لكن المسحة اللي أجراها قبل السفر مباشرة أثبتت إصابته بفيروس كورونا بنتمنى للوزير أشرف صبحي كل الشفاء وسرعة وتمام الشفاء إن شاء الله اللجنة الرنوبية كمان كانت طلعت بيان تمنت فيه للدكتور أشرف صبحي تمام الشفاء وكل الأندية بتدعو لسيد الوزير بالشفاء العاجل بإذن الله بمناسبة الموقف في المساندة الرسمية بشمهندس السنغال اللي صعدت أول المجموعة ضربت المسل واتحادها الوطني ضرب المسل يا سادة الجبلية إزاي يتم مسندة اللعيب الوطنيين حتى في مشاكلهم الخارجية بابي جاي ده لاعب سنغالي بيلعب انتقل عنده قضية كانت قضية انتقالات من 14 يناير الجاري أعلن الانتحاد الدولي إيقافه كجزء من تحيات في الشكوى اللي قدمها نادي ووتفورد الإنجليزي بعد ما أعلن النادي التعاقد معه كان في 29 إبريل 2020 في صفقة انتقال خر وبعد كده ثبت أنه في نادي لوافر الفرنسي كان عنده مشكلة مع اللاعب انتهت المسألة إلى إيقاف اللاعب اللي أعلن في 14 يونيو عشرين انضمامه إلى ووتفورد ويلغاء عقده مع الفريق بسبب خداع من وكيل أعماله هذه القصة خلت اللاعب يتوقف فيتحرم منه منتخب بلده السنغال فضلت ساكتة قالت إن احنا عندنا كتير قالت إنه كفاية منيوة زملاء ويسدوا لا فضل الاتحاد السنغالي مساعد اللاعب بتاعه ووصلها للمحكمة الرياضية الدولية واشتكى في الفيفا إلى أن تم إصدار عقوبات من الفيفا تتمثل في إيقاف اللاعب أربع شهور عن اللاعب بجانب إيقاف نادي مارسيليا فترةين من الانتقالات دفع تعويض مالي لصالح ووتفورد قدره 2.5 مليون يورو بابي جاي ومارسيليا قدموا استيناف على الحكم 17 يناير الجاري أصدرت المحكمة الدولية الكاس قرارا بتعليق عقوبة الفيفا بصوا بقى مضاع حق وراءه مطالب جدع مطالب جاد مطالب بيحمي حق أولاده والسماح للعب بالمشاركة حتى يتم الانتهاء من التحقيق الاتحاد السنغالي المنتصر أصدر بيان يؤكد فيه أن اللاعب أصبح متاحا للمشاركة في كأس الأمم وبالفعل شارك بابي جاي في مباراة المنتخب السنغالي ضد ملاوي أمس الأول في كأس الأمم الأفريقية طبعا القضية ما كانش هيعنى بها الاتحاد السنغالي إلا أنه لعب دولي هو محتاجه أي فهو كان بدفع من حق لعبه الدولي أي فيه أنه يشارك في كأس الأم أي لكن أنا عجبني العنوان اللي فيه تلقيحة بتاعك ده بابي جاي فينك يا هندسة فينك يا هندسة المهندس هنا بريدة والمهندس أحمد مجاه ولو عايز تخلي الأستاذ جمال علام مهندس يبقى مهندس طب هذل كل القائمين على الاتحاد الوطني المصري أنتو فين من المطلب المشروع للنادي الأهلي اللي مش بابا جاي لا ده كل الناس جاية ده تسع لعيبة موجودين اللاي كونفون بيتس موسيمان أنتو متخيلين أن الرجل ده دلوقتي بيفكر بيخطة يلعب بمين أنتو متخيلين أنه مقدم على بطولة عالم ما يعرفش مين العناصر اللي هتشارك خطط وأفكار وترتباته مرهونة بأقدام الآخرين ما هوش عارف قاله ديانج ده هيجي ولا مش هيجي علي معلول هيجي ولا مش هيجي حتى لو جاي مصابين ولا لا لعبتين وانتخب المصر الستة هيجوا ولا لا واللي هيجي على رأي المهندس عادلة هيجوا مصابين ولا سلام انتو متخيلين أنه مدرب بيجاهز ورقه لبطولة كاس العالم معمولة على جناح يا ماما طايرة محدش عارفها تنزل فين لكن تشوفوا الاتحاد السنغالي اللي قاوم وكافح بقوة في مساندة اللعب بتاعه لغاية لما استعادوا وشارك معاه في البطولة هو ده المواقف اللي الاتحادات الوطنية بتاخدها بشكل مسؤول ما تسلمشي دافع عن حقك وشوف هتوصل لإيه ويكفيك خلاص عملت اللي عليك انتهى صحيح إنما إنك توقف تتفرج لا ما هنقول لك بتتفرج لإيه يعني